ماذا كان الصدق عقب الصدق كان جبار والله أنا كنت هذا المسلسل الوحيد وصرحت أن الوحيد من مسلسلاتك كلها كنت بأخذ راحتي كنت قاعدة أحس كل ما شاد لو كان سيناريو لو كان سيناريو أنا قاعدة أحسه وقاعدة أعيشه فاللي كنت قاعدة أسويه الحمد لله وصل حق الجمهور أني لما أضحك يضحكون لما بشيت بشو الحمد لله فالصدق كان جبار خفيف 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 مو أنتي آخر شي شنو صار؟ ليس شدي؟ ما أدري سويت يعني عدت ومالت شسمه أنا ما يشغل لا تكلمني آخر أنا ما قاعد كلمة جدي بس أنا بث أنا بخلقي أنا طبق والله جدي يعني كان ماشي نار بأي آخر شي شنو يسوي شي يالا بساعة خالص ما يصير موتا ليه شنو صار فيني بالحلقة الأخيرة؟ بالحلقة الأخيرة شدي أيه هذا ايه اه 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 بسرعة شي خيال الناس ما قلت بوي خطفه و بيع يعني صج صج يعني أنا آخر يوم تصويرهم وما خلصوا نحن كانوا مفروض يروحوا للهند أوك ما راحوا تغيروا مفروض يروحوا للهند سواوا الهند بالكويت بس كانوا مفروض شكله هلو يعني نبين بالكويت بس كانوا مفروض شاد ينحيلهم بالديكور كل شي وراء معلق كان أمية بالمية و هذا كان شيء بالنسبة منتج بوشهري ما قصر يعني معنا و القرية سواها كلها طبعاً أستاذ مناف و أستاذ مناف تعب و عنا عشان يطلع هذا الكمتش أنا شفت أنت و أين صورت و شفت التعب و ليمتها أنا دخلت و إياهم بالأخراج كانت شري بس شريك كانت غشمرة و من عقبها أنا خذيت أنها خذت موضوع جد مجرد أنك تحرك مثل حين هذا اللي ورعك طالب التلفزيون تقول أنا والله اللي حركتها أنا عدلت شفت أنت شفت الديتيلت هذي مالة الهند شفت شون شفتهم أنت شفتهم كم مشاهد صح شون لما أنت تكون بالضبط فأكيد راح يكون الشعور الفظر و كبير حتى الطوفر الشي تويام أستاذ مناف يعني أو هو تبع التراث حالي حالي يعني كل ما يسوي شيء تراثي لا الدكور أون بوينت شيء و حلو شكرا 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 شكرا